موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فإن النظافة سلوك متحدر وهي سمة الدول والأمم والشعوب المتحدعة وهي جزء من صلب ديننا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان نصف الدين طهارة نصف الدين الطهور شطر الإيمان ولا إله إلا الله تملأ الميزان وسبحان الله وبحمده تملأني ما بين السماء والأرض وعندما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الضاجات قالوا بلى يا رسول الله فأخبارهم صلى الله عليه وسلم بأول شيء إزباغ الوضوء على المكاري وهو غسل الأعضاء غسلا كاملا حتى في أوقات شدة البارد إزباغ الوضوء على المكاري وإذا تحدثنا عن النظافة وعن قضية غسل اليدين بصفة خاصة نجد أن الإنسان عندما يتوضأ يغسل يديه في كل وضوء ست مرات يبدأ في بداية الوضوء يسن أن يبدأ الإنسان بغسل اليدين أول ما يبدأ سلاسة مرات يبدأ بغسل اليدين سلاسة مرات ثم بعد ذلك المضمضة سلاسة مرات ثم الاستنشاق سلاسة مرات وتسن المبالغة في المضمضة لغياء الصائم ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه سلاسة مرات ثم يعود فيغسل اليدين مع المرفقين سلاسة مرات لليد اليمنى وسلاسة مرات لليد اليسار بمعنى أن الإنسان الذي يسبق الوضوء ويتم الوضوء يغسل يديه ست مرات في كل وضوء وليس غسل اليدين فقط بل أن العلماء قالوا تخليل أصابع اليدين وضيليين وتخليل الأصابع أي ادخال الأصابع هكذا وغسل ما بينها حتى لا يبقى أي اتساخ بين فواصل الأصابع ومن السنة أيضا قص الأظافر حتى لا يبقى أي اتساخ بين الزفر واللحم تخيل لو أن الإنسان المسلم يتوضى ويستحب الوضوء عند كل صلاة فهو يتوضى خمس مرات في كل يوم وليلة في ست مرات لغسل اليدين أي أن الإنسان الذي يواضب على سنة الحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يغسل يديه سلاسين مرة على الأقل في كل يوم وليلة لماذا قلنا سلاسين مرة على الأقل لأنه قد يحدث في التوضى ليحافظ على وضوء فيغسل يديه ست مرات أخرى ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها سلاسا فإنه إذا يدري أين باتت يده ويسن غسل يديني قبل الأكل وبعد الأكل ثم مع ذلك ينظف الإنسان سيابة يقول الحق سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنزر وعبك فكبر وثيابك فطهر ثم ننظف بيوتنا وأنديتنا وأماكننا العامة وحدائقنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظفوا أفنيتكم وهناك الاقتسالات العديدة غسل الجمعة وغسل العيدين غسل الجنابة وغسل الحائض وغسل النفساء وغسل الإحرام والغسل لدخول مكة وغسل من غسل الميت ثم امتدح الله عز وجل أهل مسجد قباء عندما قال سبحانه فيها رجال يحبون أن يتتخاروا والله يحب المتحرين الله يحب الطهارة ويحب النظافة وديننا يدعو للطهارة ويدعو للنظافة ونبينا صلى الله عليه وسلم حثنا على الطهارة واجعلها شطر الإيمان حين قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان نسأل الله أن يرزقنا حسن الفهم لذيننا وحسن الاتباع لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا من عباده التوابين ومن عباده المتطهرين والسلام عليكم وأحمد الله وبركاته